إلى تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية حيث قالت السفارة الأوكرانية في لبنان إن أول سفينة حبوب تغادر ميناءً أوكرانياً بموجب الاتفاق الأممي لن تصل إلى لبنان اليوم كما هو مخطط لها وأوضحت السفارة الأوكرانية أن السفينة تأخرت دون توفير تفاصيل عن موعد وصول جديد أو سبب التأجيل هذا وغادرت السفينة ميناء ديسا على البحر الأسود الأثنين الماضي وعلى متنها 26.527 طن من الضرة وكان من المقارر أن ترسو في مدينة ترابلوس السحلية بشمال لبنان قال وزير البنية التحتية الأوكراني أولاكساندر كوبراكوف إن سفينة ترفع علم بربادوس وصلت إلى أوكرانيا وهي الأولى من نوعيها منذ اندلاع العمليات العسكرية في فبراير الماضي أضاف الوزير الأوكراني أن سفينة سيتم تحميلها بالحبوب من ميناء تشير نومورسك الأوكراني رويدا رويدا تنحل عقدة أزمة الحبوب العالمية من جراء تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية هنا على البحر الأسود حيث دارت معارك كثيرة خلال الأشهر القليلة الماضية باتت سفن شحن الحبوب واحدة تلو الأخرى تنطلق من المواني الأوكرانية لوجهات متعددة مركز التنسيق المشترك الذي يشرف على عمليات تصدير الحبوب الأوكرانية أعلن عن انطلاق أربع سفن شحن محملة بالحبوب من ميناء تشير نومورسك وأودسا المركز أوضح أنه بصدد إنهاء إجراءات التصدير المنتظم في إطار اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود والذي تم بموجب الاتفاق الدولي الموقع في 22 يوليو بين روسيا وأوكرانيا برعاية من الأمم المتحدة يسمح الاتفاق باستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية المتوقفة منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير بالإضافة لاستئناف تصدير شحنات المنتجات الزراعية الروسية رغم العقوبات الغربية وينص الاتفاق أيضا على إنشاء ممرات آمنة للسماح بإبحار السفن التجارية في البحر الأسود وتصدير بين 20 و25 مليون طن من الحبوب ومنذ بداية الأزمة أدى حصار الأسطول الروسي في البحر الأسود للمواني الأوكرانية إلى احتجاز عشرات الملايين من الأطنان من الحبوب ومن ثم تفاقمت اختناقات سلاسل التوريد العالمية وأدى النزاع بين روسيا وأوكرانيا التي توفران معا 30% من صادرات القمح العالمية إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوية أسقطت ثماني طائرات مسيرة أوكرانية خلال الـ 24 ساعة الماضية وأفد بيان الوزارة الدفاع الروسية بأنها تقوم بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية التي لا تلق السلاح وذلك دون المساس بسكان المدنيين أكد رئيس الإدارة العسكرية الإقلمية في لوهانسكا الأوكرانية سيرهي هايداي أن الجيش الروسي يواصل تركيز جهوده على شرق البلاد على الرغم من إعادة نشر بعض القوات والمعدات في المناطق الجنوبية هذا وقد أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني أن عدد الضحايا من الأطفال جراء الأزمة في أوكرانيا بلغ 361 قتيلا و703 مصابين وذلك منذ بدء العملية العسكرية في الرابع والعشرين من فبراير الماضي أدان مسؤول السياسات الخارجية للاتحاد الأوروبي جاذب بورل الأنشطة العسكرية حول محطة زوبوغيا للطاقة النووية في أوكرانيا وتام بورل القوات الروسية بانتهاك قواعد السلامة النووية فيما وصفه بالتصرفات غير المسؤولة وكان قد تم رصد قصف استهدف محيط المنشأة النووية وسارعت روسيا وأوكرانيا للتبادل الاتهامات بشأن المسؤولية عن قصف اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة